بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارس مكرر جبر المصفوفات ومع الوحدة الثانية وهي بعنوان المحددات واستخدامها في حال الأنظمة الخطية محتويات هذه الوحدة هي خمسة دروس الدرس الأول حساب المحددات باستخدام طريقة مفكوك المعاملات اتنين حساب المحددات باستخدام الاختزال الصفي رقم ثلاثة خواص المحددات أربعة استخدام المحددات لإيجاد معكوث المصوفة وطريقة كريمر لحل نظام خطي خمسة القيام والمتجهات الذاتية لمصوفة والمعادلة المميزة لها ومع الدرس الأول وهي بعنوان حساب المحددات باستخدام طريقة مفكوك المعاملات Determinants by Co-Factor Expansion أهداف هذا الدرس التعرف على مفهوم المحدد لمصوفة مربعة Determinants of Square Matrix رقم اثنين التعرف على مفهوم المحيددات Minors والمعاملات Co-Factors وكيفية حسابها لمصوفة ما رقم ثلاثة إيجاد قيمة محدد باستخدام طريقة مفكوك المعاملات Co-Factor Expansion أربعة إيجاد قيمة محدد مصوفة ثنائية أو ثلاثية باستخدام طريقة الأسهم Aro Technique أو كما يسميها البعض طريقة الشبكة الجزء الأخير إيجاد قيمة محدد المصوفة المثلثة والقطرية كحالة خاصة ومع الدرس الأول وكيفية إيجاد محدد المصوفة اثنين في اثنين لا بد أولا لإيجاد محدد أي مصوفة أن تكون مصوفة مربعة فهو غير معرف للمصوفة المستطيلة فلو أن يدينا مصوفة مربعة A عناصرها A1-1 A1-2 A2-1 A2-2 فإن محدد هذه المصوفة يكتب بالرمز دت A أو A بين عمودين كما يبدو لنا هو عبارة عن حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي A1-1 ناقص حاصل ضرب عناصر القطر غير الرئيسي A1-2 في A2-1 فإن دترمينت أوف ذا فولونج ماترسيز عندنا ثلاث مصوفات مربعة اثنين في اثنين والمطلوب حساب محدد هذه المصوفات ففي البداية محدد المصوفة نضرب القطر الرئيسي اثنين في اثنين نطرح منه عناصر وحاصل ضرب القطر غير الرئيسي واحد في اربعة اذا فالنتج اربعة ناقص اربعة يساوي صفرا المصفوفة الثانية المصفوفة ب نضرب عناصر القطر الرئيسي صفر في اربعة ناقص عناصر القطر غير الرئيسي ثلاثة في اثنين صفر ناقص ستة يساوي سالب ستة المصفوفة الاخيرة وهي منصفة الوحدة اي تو نضرب عناصر القطر الرئيسي واحد في واحد نطرح منها عناصر القطر غير الرئيسي صفر في صفر فيكون الناتج في النهاية واحدا والملحوظة التي نواحظها هنا هو ان ان قيمة محدد المصفوفة يمكن ان يكون صفرا او عددا موجبا او سالبا يمكن ان يكون المصفلة